انتقل لملف الكهرباء والطاقة والحقيقة يمكن حضركم عملين نقرأ على الدولة المصرية بتتعاقد على شحنات وكميات كبيرة من شحنات سواء الغاز او الزيت او المزود وابتدى يعني سمعت بعض الاقاويل والاخبار اللي ابتتدى طب احنا خلاص وصلنا شهر سبتمبر وانتوا كنتوا قلتولنا حترجعوا تاني لانقطاع الكهرباء وابتدى بقى يتقال ده قاهرة حنقطع ساعة وبقيت المناطق ساعتين طب هو ايه الموقف وطبعا احنا كنت لما اعلنت هذا الموضوع لحضراتكم كنا قلنا ان احنا حننتهي يعني حننظر في نهاية شهر السيف حنعمل ايه مع وعدنا ان احنا حنكون حرصين على بداية او نهاية 24 وبداية 25 نوقف عملية تخفيف الاحمال لكن الحقيقة اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان احنا كل الاجتماعات اللي كنتوا بتتبعوها على مدار الاسبوعين او التلاتة او الشهور الشهرين اللي فاتوا ما كانتش فقط بغرض تأمين احتياجات شحنات الصيف احنا كنا شغالين على تأمين كل احتياجات الدولة عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء وعشان كده النهارده انا وايف قدامكم عشان اقوله حضراتكم وقول كل المصريين لن نقطع الكهرباء مرة اخرى لن يعود انقطاع الكهرباء مرة اخرى الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت دي كنا عمالين ندبر الشحنات مش عشان الصيف ولكن عشان نؤمن الشحنات لضمان استمرار هذه الخدمة وعدم انقطاع انا عايز بس اقول لحضراتكم عشان الناس ممكن ما تكونش متخيلة مدى العب حضراتكم تتذكروا لما وقفت قدام حضراتكم واحنا في الصيف وكان حصل زيادة لانقطاعات وقلت ان احنا هندبر بصورة مبدئية مليار ومئة وتمانين مليون دولار عشان نعدي بيهم الصيف الرقم اللي احنا فعليا استخدمناه عشان نعدي فترة الصيف تجاوز الى اتنين ونصف مليار دولار الدولة دبرتهم علشان نضمن ان ما نقطعش الكهرباء في الصيف طب بقيت الفترة اللي جاية دي كلها بنقمن الشحنات وبندير المنظومة بالكامل ازاي عشان نضمن ان ما يحصلش تاني ان شاء الله انقطاعات في الطيار الكهربي والاهم ازاي على الصيف القادم اللي هو بيحصل فيه استهلاكات عالية جدا ما يبقاش الموضوع بيكلفني فطورة ضخمة زي اللي حصلت في شهرين الصيف دول عشان كده لو حضراتكم تابعته احنا بنتكلم على ادخال اكتر من اربعة جيجة السنة الجاية طاقة جديدة ومتجددة من الرياح والشمس وامبارح كان فيه لقاء مع السيد وزير قطاع الاعمال اه اسف وزير الكهرباء والسيدة وزيرة التخطيط على تأمين موارق يعني استثمارات اضافية لوزارة الكهرباء عشان ترفع كفاءة الشبكة بتاعت شبكة التوزيع والنقل عشان لما تدخل عليها الاربعة جيجة من الطاقة الجديدة والمتكددة تبقى جاهزة لاستقبال هذا الكلام وامبارح تم الموافقة على تدبير في حدود سبع مليار جنيه اضافية لوزارة الكهرباء تنفذ بهم مشروعات لغاية الصيف الجاي عشان هذه الكميات تبقى موجودة جزء كان من هدف الزيارة للمملكة العربية السعودية التأكيد على الاسراع بالربط الكهربائي ما بين مصر والسعودية وميزة الربط الكهربائي ما بين مصر والسعودية ان احنا بيبقى استفادة مشتركة بيحصل تبادل للاحمال مع بعض احنا نعتمد عليهم في ساعات الزروة وهم كمان يعتمدوا علينا في ساعات الزروة اللي عندهم وبالزبط ده اللي احنا بنشتغل عليه معاهم وكان ده يمكن يعني تأكيد من سمو الامير ولي العهد معايا ان احنا ان شاء الله هنسرع الخطب بتنفيذ وتحقيق هذا الموضوع ايضا ويدخل المرحلة الاولى منه قبل الصيف القادم الاهم ان احنا بنتكلم النهاردة على منظومة متكاملة ما بين الكهرباء والبترول ازاي ان انا اضمن اقصى كفاءة توليد ممكنة من محطات الكهرباء مع اقل كمية استهلاك من الوقود وده بيتعمل بمزيج معين ما بين الغاز والمزوت وازاي ان احنا مناطق معينة محطات تشتغل بنوع معين من الوقود ومحطات اخرى الهدف كله ان انا اعمل ايه حق اكبر قدر من التوليد باقل كمية من المنتجات جزء اخر من الجهد الغير عادي اللي احنا بنعمله ويمكن انا شرحتها لحضراتكم قبل كده نتيجة لان احنا كنا اتأخرنا في فطورة الشريك الاجنبي ابتدى الشريك الاجنبي نفسه ما يستثمرش فيه انتاجية الحقول بتاعتنا اللي موجودة لان الناس كتيرة تانية حفضل اقولها قالوا ده خلاص حقل ظهر بيخلص واحنا ما عندناش موارد لا الموارد موجودة عندنا والحمد لله ولكن المستثمر نفسه اللي بيطلع ومسؤول عن تشغيل هذه المناطق نتيجة لان احنا تأخرنا في الفطورة ما بقاش ينتج بالكميات الكبيرة مستهدفنا ان احنا حنرجع باذن الله للانتاج بتاعنا قبل الازمة اللي كانت موجودة الازمة الاقتصادية اللي حصلت دي حنرجع ان شاء الله قبل نهاية يونيو القادم لنفس معدلات الانتاجية بتاعتنا لان ابتدت بعض التقارير بتشكك في قدرة مصر على توليد الغاز انا بأكد لحضراتكم الغاز موجود وكميات اكبر ولكن هي كانت النقطة كلها الشريك الاجنبي ان نرجعه تاني للاستثمار وده الحمد لله نجحنا في التفاقيات سنائية اتمتها وزارة البترول ان ان شاء الله تدريجيا هتعود انتاجية كل الحقول المصرية وبنستهدف باذن الله برضو قبل الصيف انها ترجع لان ده بيوفر لنا من فطورة الاستهراض رقم ليس بالقليل انا بس بحابب ان احنا كلنا نبقى عارفين حجم التحدي اللي احنا بنتعامل فيه في مجلفات في نفس ملف الطاقة ازاي بنتحرك في اربع خمس اتجاهات عشان نؤمن هذا الموضوع بصورة متكاملة ان شاء الله فكل ده انا حبيت ان انا احيط حضراتكم به في هذا الشأن وشاهدنا زي ما حضراتكم شفته كان توقيع عدد من الاتفاقيات اللي تمت في زيادة الطاقات المتجددة سواء مع شركات زي ايميا باور الاماراتية تحالف اوراسكوم وانجي وتيوتا تحالف اسكاتيك النرويجي كل دي يعني اتفاقيات بالضخ ان شاء الله مشروعات كبيرة ومش فقط لغاية الصف الجاي احنا بنتكلم لغاية 28 و29 يعني انا عايز بس اطمن حضراتكم وشعب المصري احنا بنقعد النهار ده مع السادة الوزراء بنتكلم على سنة بسنة هتدخل طاقات جديدة قد ايه لما هتدخل المحطة ان شاء الله محطة الضبعة على 28 هتضيف طاقات قد ايه كل دي كرؤية مقابل معدلات الاستهلاك اللي هتبقى متوقعة عشان يبقى نضمن ان شاء الله يبقى فيه توازن وعندنا قدرة على الضمان الاستدامة وعدم العودة ان شاء الله الى اي مشكلة في ملف الطاقة